صباح الخير مرة تانية لكل الناس اللي بتشوفنا النهاردة رجعنا لفقرة الصحافة أولى فقراتنا النهاردة طبعاً اللي فيها بنسرد العنوين والمنشطات الموجودة في جميع الجرائط سواء كانت المستقل أو القومية هيعلق طبعاً على المنشطات بتاعتنا وعنويننا النهاردة وضفنا الموجود معنا النهاردة في الاستوديو الصحفي والكاتب الأستاذ مروان يونس المحلل السياسي أيضاً هيكون موجود معنا صباح الخير يا فاند أستاذ مروان نورتنا النهاردة الحقيقة في فقرة الصحافة وإن شاء الله كده تكون أخبارنا بس هي بداية مش مفرحة للأسف الشديد يعني أنا بعزي جميع الشهداء اللي سقطوا نتيجة الإرهاب العنيف اللي احنا بنشوفه لأن احنا معانا منشط احنا صحينا النهاردة على خبر غير سعيد بالمرة استشهاد عسكريين في اقتحام كمين بشبر الخيمة اللي قام بيه مجموعة طبعاً من المسلحين جماعات الإرهابية اللي متعنتة في أعمال العنف بنعزي مصر في أولادها اللي بيقوموا بالواجب الوطني طول الوقت بنعزي مصر بقال الله طبعاً في كل الشهداء بقال الله في كل الشهداء بس يعني احنا لازم نوصل في لحظة معينة بقى لمواجهة حقيقة بقى مع هذا الطيار لأن ما يقوم به الآن من أعمال ربما تكون فردية بس نوعاً ما لازالت مؤثرة فنتمنى من أجهزة مصر وأجهزة الدولة وأجهزة الشرطة توقف وقفة أكثر جدية معاهم ونتمنى من أحكام سريعة عليهم لأن حتى التبطف الأحكام ده بيؤدي لزيادة العنف واللي عاوز يعمل حاجة بيفكر أنه مجني هرب من العقاب فلابد من العقاب الرادع لمن تم قبض عليه الإسرع في المحاكمات للجميع مش عاوزين يستنى محاكمات سنتين وثلاثة واربعة طول ما أنا واحد متطرف فكرياً وعاوز يعمل عمل إرهابي شايف الناس متواجدة في المحاكم وبقالهم سنة واثنين وبتحكموا ما فيش مشكلة بتديله الجرأة وتديله الشجاع أنه يقوم بعمل إرهابي مماثل أو مشاعدة عمل إرهابية أخرى فنتمنى حتى من القضاء المصري بالذات نسرع أو نعمل دوائر محاكمات خاصة لهؤلاء لأن تركم في الشارع بهذا الشكل حضرتك مع المحاكمات الخاصة أو الاستثنائية بالنسبة للوضع الحالي اللي حتى بنمر بي هو مش محاكمة استثنائية مش قانون استثنائي بقدر ما هو نعمل دوائر خاصة تسرع الإجراءات يعني إحنا مش عاوزين ناخد حتى الإجراءات التقليدية في الوقت وكده بس مش حان برضو مش حانهم الحق المتهم أنه هو في حقه في محاكمة عادلة وأنه محاكمة على كذا درجة ثلاث درجات بتاعتنا في قضاء المصري فإحنا مش عاوزين نخرج بره الدستور وقانون وعاوزين ناخد إجراءات سريعة سرعة الإجراءات من اللي هاش دعوا بالدستور سرعة الإجراءات دي بقى حاجات إجرائية قوانين إجرائية وقاعد إجرائية ومعظمها كمان لو جينا نبصت لها شغل إداري أنت تعمل دائرة خاصة هنا دائرة خاصة لمحاكمة الإرهاب هنعرف نخلص من الكلام ده لما طول ما أنا موجود كده للأسف الشهداء بيزيدوا والشرطة والجيش دول أولادنا وإخواتنا وقريبنا فيعني بنحس أنهما يعني إحنا بنعرضهم حتى للخطر بتباطؤنا ده بيعرض حياتهم للخطر وده أمر مرفوض تماما هناك دوائر فعليا يعني اتعاملت الفترة اللي فات يمكن بقالها دلوقتي أكتر من كذا شهر من ستة شهور أو حاجة ولكن الحد دلوقتي عندنا تباطؤ في المحاكمات أو في الإقرار بمحاكمات بتحصل بس ما بيكونش فيه في الآخر الحكم اللي بي نقدر نردع به باقي الناس اللي ممكن يقوموا بالعوم في ذاته بالضبط أنا أقول لحضرتك كل الدوائر اللي هي شغالة دلوقتي كل أحكامها كانت على الصغار من الجمع يعني نلاقي مثلا إيه اللي هو 30-50 براءات مش عارف إيه إحنا الكبار دول أساسا لهم عاديين فترة معظمهم والسجون أخرى أرى تحرك بتكلم على اللقاء بزبط كده هو ده قائد اللي بيحرق كل حاجة مش لازم يكون قاعد فتهم دلوقتي انت عارفها الجماعات دي ونظمة السرية ببقاليها أزرع كثيرة جدا بتليفون بيحرق فلوس من دولة لدولة وينزل الناس في الشوارع فيعني الدولة الخاصة بدأت تتفعل بس إحنا بكلم على الرؤوس هذا الأمر لأن الأطراف بتاعته دي آه لازم نوقفها بس الرأس برضو لازم نتحرك معاه صحيح طب إحنا معنا دلوقتي سبع أخبار نستردهم ونرجع مرة تانية أو أستاذ مروان ناخد خبر خبر نشوف تعليق حضرتك عليه إيه ورأيك في إيه كمانشات الأهرام الصفحة الأولى مشاهدين هارك سعيد الداخلية اللي بيتون في اختطاف عمال مصريين بالترابلوس والشرق الصفحة أولى لبيب للشرق لأزمة كهرباء في الصيف اليوم السابع الصفحة الأولى الإرهابية تحرق المحال والسيارات بالقاهرة والمحافظات أخبار اليوم الصفحة الأولى قرار جمهوري بتعديل قانون الاستثمار واحترام وعقود الحكومة أمشره في الصفحة الأولى مهني اختلاف الاسم الرباعي منع محسن من المشاركة في عيد الفن مهنة المصر اليوم الصفحة الأولى جامعة الأزهر تستقبل طلابها اليوم بتلت أسوار دفاعية آخر خبر في الصحافة نهاردة المصر اليوم صفحة ثلاثة أثيوبيا تنظم احتفالات داخلية وخارجية بذكرى وضع حجر أساس سد النهضة في الأهرام الصفحة الأولى الداخلية الليبية تنفي اختطاف عمال مصريين بترابلوس والموضوع زاد قوي وده هو دي ليبيا للأسف بقيت رابلوس للفوضى الشاملة فيه حتة تلاقي مليشيات مسيطرة عليها حتة تقولك مش عارف قبأ المسيطرة عليها حتة الدولة مسيطرة عليها موضوع العمال المصرين بترابلوس عارين فيه رد فاصل ونهائي يعني بديو بلك يعني ما تيجي تصدقي الحكومة الليبية في أمور كثيرة الأمر زي ما تقولي خارج عن طق سيطرتها في حاجات كتيرا في رئيس وزراءات خضفة قبل كده من المليشيات طبعا المتواجدة في الأميكي وزراءات خضفة قبل كده عندهم وزراءات بيتخطفوا وهم سفير بيتقتل ويغتال فلابد برضو يعني أنا من أنصار أننا لابد أن زراع الأمنية المصرية تبدأ تتعاون بشكل مكسف وأكبر مع الحكومة الليبية لأن ده أم نقوم الشروع في الصفح الأولى منشات بقى يعني عايزة حرأي حضرتك في المانشات ده لأنه هو مهم لكل المصريين خلاص الصيف على الأبواب ودخلين عليه هو لبيب للشروق لأزمة كهرباء في الصيف أو موضوع أزمة كهرباء ده إحنا نتمنى من الله أنهم يحسنوا بشيء في أزمة كهرباء بتحصل حاليا هل هم أخذوا إجراءات مضادة أنها مثلا ضمنوا أنها عدم حدوثها نتمنى منهم هذا ونتمنى صدق التصريح إنما أنا مع أسلوب المصارحة للناس لأن أنت عاوز أن يستهتم عاوز أن ناس تحسن أن عندنا أزمة لازم تقولهم إيه مشاكلها بالضبط فبواجه له رسالة لو في حاجة أقول لنا لو فعلا ما فيش أزمة هيلوا شكرا جزيلا وأن أنتوا بدأتوا تعملوا حسابك على هذا الأمر وغير كده برضو أتمنى ما بعد ذلك يعني أن إحنا كده كده ما عندناش طاقة كفاية فإحنا لازم كوزارة الكرباء وكوزارات المصرية عمدا لابد يكون لنا خطة هعمل إيه في موضوع الطاقة ده حتى لو حالته 2014 لازم أبقى بفكر حاله 2015 و16 وأهم ما في هذا الأمر المصارح أنا عارفين مصر داخل على الأزمات يعني يقال أن إحنا في حقق فوضى الاقتصاد سيء لازم نبدأ بقى نعرف إيه المشكلة وإيه الدور اللي علينا كشعب كلام سليم جدا يا أستاذ مروان بس يعني إحنا دروقتي بنشوف أكتر من تصريح لنفس الوزير في نفس الوقت يعني النهاردة ديه طلع الوزير يقول على فكرة إحنا بنعيش أزهى عصور الاقتصاد والديموقراطية وبعد يومين أو يمكن في نفس اليوم نشوفه في برنامج تاني أو في تصريح آخر في جريدة أخرى بيقول أن إحنا دلوقتي أمام كارثة مداوية في الاقتصاد يعني التخبط اللي حاصل في التصريح ده ممكن إيه رد فعل الشعب أو الجمهور أو الناس تجاه الحكومة أو المعنيين أو الجهات المعنية يعني بالشيء في الدولة لو التخبط في التصريح نتيجة أنه هو عنده التقارير برضو نتيجة لتتخبط التقارير اللي بتجيله يبقى ده دور إداري في الوزارة لابد أنه يوقف عند هذا الحد ويوقف ده يصلح الإجراءات اللي هي بتوصله في الآخر الكلام اللي بيطلع منه التصريح لو هو حاجة عاطفية نتمنى منه إن إحنا مش عشان إحنا مثلا شعب المصري حالته سيئة نفسية فنقوله الدنيا كويسة حالته كويسة نقول لا في مشاكل يعني لابد بقى للسادة الوزاراء بقى يبدأ ياخدوا إجراءات جدية إن هو ياخدوا تبقى حكومة دي ما تقولي بروفيشنال أو حكومة يعني على مشتوى حرفي على مشتوى حرفي تقدر تتعامل مع الموقف إنها منا ضد التشريحات المتخبطة بس عنا تماني أصدق هزين مارك لا بس عنا عندنا كمان فيه كان يعني زي نزلوا للشارع يستشفوا إذا كان هل ممكن أو هل من الممكن أنه فطورة الكهرباء تزيد أنا من الناس المعتقدة إنها ربما تزيد واسمش عديد كتير أعتقد هذا لأن دي لو بصنا ردود أفعال كما أشاء كالست المشير ألف الاجتماع بتاع الإعلمين قالوا ما إحنا عندنا أزمة اقتصادية يمكن ربما بتقترب من هنا فمن الوارد إنها هتغلى شوية بس دلوقتي لو بصنا لتمنى الكهرباء مش تقدر يتغلي كتير قوي يعني لأن الشعب خلاص زي ما تقولي خلاص مش قادر يستحمل دقود أمبر من كده حيلاقيها من إيه ولا منين بالزبط فلو في زيادة هتبقى زيادة طفيفة إنها مش من أنصار تزاودي الأسعار بشكل كبير لأن ده حقادي برضو لحالة غضب كبيرة في الناس حتقادي هي كمان إن انت تدعمي فكرة إن الجماعات اللي شغالة قتل فينا دي فأتمنى أنها يعني تبقى محلولة ويبقى يصدق بقى هذه المرة نتمنى نعرف إيه السبب اللي وراء تصريح إنه لا أزمة للقهرباء في الصيف يعني نقول إيه صحيح زي ما الأستاذ مروان بيقول يعني إيه الخطة اللي عملتوها علشان إن شاء الله مش هنعيش الأزمة دي في الصيف اليوم السابع في الصفحة الأولى معنشات يا أستاذ مروان الإرهابية تحرق المحال والسيارات بالقاهرة والمحافظات هو الخبر ده يمكن أعرى بشكل تاني هو بدأوا دلوقتي يحرقوا سيارات زباط شرطة في بعض الأماكن دي لو بصيتي للموضوع ده مش هوجي يكون جي أمر من التنظيم المركزي مثلا بإحرق ظابط فلان اللي ساكن في حتة الفنية ده ابتدت تنظيم نفسه والعنف اللي هو داخله وحالة الحقد اللي عنده يبدأ يمارس أعمال شخصية يعني مثلا نفردوا الخلية اللي في المنطقة دي عارفة الظابط الفلاني فبتنتقل من الظابط اللي معندهم في المنطقة لأن ده اللي يدل أن الضربات الأمنية لهم بدتت تجيب تأثير أنهم بدل ما بيشتغلوا بشكل عمومي بدتوا يشتغلوا على حاجات منشآت خاصة أو حاجات زي كده فنتمنى يكون دي أحد الحلقات النهائية في عمر هذا التنظيم الإرهابي ويعني تكون مؤشر على هذا أمر رغم أن طبعا الحاجة مرفوضة اللي يعتدد على الممتلكات الخاصة والحاجات دي شيء مرفوض بس زي ما تقولي بلاء ابتولينا به وإن شاء الله نخرج منه الأخبار اليوم في صفحة الأولى عندنا برضو عنوان مهم قرار جمهوري بتعديل قانون الاستثمار واحترام عقود الحكومة فالخبر ده يعني بيدل على إيه مفترض يعني أو مؤشر لإيه والله في أخبار في السياقية طب تبقى غريبة شو يعني إيه احترام عقود الحكومة هو مفترض لا أحترمها مثلا هو لابد الحكومة تحترم عقودها يكون في تبادل تبادل في الاحترام وتبادل في السداد الزبط أسهل خلاص العقود بتاعت الحكومة واستثمار الكلام ده بقى فيه قانون دولي بقى فيه عقوبات ما بقاش زي زمان يعني أن أنا إيه قرر أن ألغي العقد الفلاني العقد الترتدي روح مغيره الكلام ده ما بيحصلش وحتى لو عمتين تبقى غرامات كبيرة جدا فمحترام عقود الحكومة يعني إمكان سياقة الخبر فيها شيء مش سليم يعني بس هو أوكي إحنا مع احترام عقود الحكومة ولازم قرروني الاستثمار من غير القانون لازم فكرة الاستثمار في مصر لازم تتغير يعني إحنا دايما بنفكر أن إحنا عندنا من اللي نفرد حاجات معاين ومستثمر فيها بنفس الطريقة إحنا لا أريد أن نخرج من الأزمة ولا لو مصر حوشت 100 سنة هتقدر تخرج من الأزمة ولا لو رشدنا الأنفاق 100 سنة هنخرج من الأزمة خروج من الأزمة أن أنت تبدأ حلول جديدة تخرج بها من الأزمة نوسع مجال ونستفيد من الصاروات اللي عندنا بالزبط كده فإحنا عندنا مفروض مشروعات استثمارية كبرى لازم نبدأ فيها عادي نسمع عنها من وإحنا صغارين سيناء محوركات السويس السعيد لنا الضبعة لازم نبدأ في حاجة جديدة يعني عندنا كمان مشاريع صغيرة جدا كانت مصر كانت متفاوقة جدا جدا فيها وكانت بتدر مال كتير قوي والنهاردة ما بقاش لها أي وجود يعني ولو يعني لو ذكرت لك مشاريع صغيرة بجد أو صناعات صغيرة مثلا زي تجارة الخشب في دميات وإلاخ النهاردة نحن نستورد كل حاجة يعني كل حاجة بناخدها من الصين سواء كان خشب أو الحاجات دي النهاردة ما بقاش موجودة خالص في مصر وذكرت حضرتك نموذج جيد جدا الصين والدول دي وكل الدول الكبرى اللي احنا شايفينها أساس الاقتصاد بتاعها اللي هو الصناعات الصغيرة الإلة المتوسط دول هما العماد الأساسي لأي تطور اقتصادي دول لما نيجي نتكلم فيه استثمار الكلام لأنه فيه مشروعات كبرى لازم تتعامل عشان تستوعب تقاتل الناس الكتيرة والشباب بالموجودة إنما لو أنا عاوز عمل نهضة حقيقية اقتصادية لازم الناس دي أركز على المشاريع دي المشاريع دي أول حاجة الإبداع بيجي فيها يعني أنت دايما المبدع داخل السوق بفكرة جديدة ومبدع عادة بيجي في الرنج ده بتاع الصناعات تاني حاجة بيساعد كتير جدا في تشغيل الناس في أماكنها المشاريع الصغيرة والمتوسطة دي ما بيضطرش واحد مثلا يسافر من القرية لحتة بعيدة بحيث أنه هو مثلا يشتغل في شركة كبيرة في كلف دا أولهم أصلات وزحام ومشاب الكلام دا بيساعد على تصغير الأسر برضو لو بصنا في الصين برضو النموذج دا بيشغاله الناس في البيوت بمكان إنما أنت كل دا لازم خطة اقتصادية شاملة يعني إحنا لازم أربط وزارة الاستثمار وزارة السياحة وزارة الصناعة وزارة التعليم هو إيه اللي حاصل عدم تفاهم عدم تعاون ما بين الوزارات عندنا كانت مشكلة إن الوزارات شغالة كاتكرادة فعل زمان كلها يعني بيحصل المصيبة بتتحرك الوزارة أو هي بيجي الوزير اللي هو كل مشكلة يحافظ على الوزارة زي ما هي لو بيأخذ في البنك في جنيه يسيب الوزارة وفي نفس الجنيه لازم يبقى في شوية شجاعة في اتخاذ القرار شجاعة في إرادة سياسية لهذا ونعتقد إنها قادمة إن شاء الله إحنا لما بنشوف الحاجات اللي جاية من تايلند واللي بيجيبها أي حد هو جاي من تايلند سواء كانت شنط ولا جزم ولا هدون كلها قصة ولزة يعني كلها لما بتتلمس بوريتين خلاص بتفك من بعضها أعتقد إنه إحنا عندنا خامات نقدر بيها نعمل حاجة محترمة يعني عندنا خامات نقدر بيها وعندنا شباب يا جماعة في مصر عندنا 50% تحت سنة 35 سنة دول مش عاوز لهم تعملوا مصنع حديد وعاوز تعملوا توفروا برضو اللي هو الاقتصاد اللي هو الاقتصاد السوء اللي هو المناسب لي سنة دول اتماعي التنمية فيين يعني سنة دول اتماعي التنمية عاوزينوا بقى في مصر 30 يونيو ياخد أدوار جديدة وأدوار فعالة ما ينفعش يفضل ليس إلا مثلا واحد مثلا يقولك إيه مشروعات أنابيب بنوزع مش عارفين الكلام ده لازم يتغير بتطلع كل شوية برضو أزمة الأنمية بعدما اتنامت رجعتيني أستاذ مارغامل الآخر كده لحياة رمانتو نادي ولا إيه لا مش لها حياة رمانتو نادي خلينا نحض نفسنا مكان الوزير اللي بييجي ده 16 هذا الوزير بييجي في ظل الوضع اللي احنا شايفينه كل الوزراء بيطلعه يتلاقي على 100 ألف قضية و500 ألف واحد بيرفع لأنه مختلس خطتك يقول خطتك يفضل زي ما أنا كده وحافظ لك على المكان ده أنا حاوز وحد يبقى لبقى دولة مؤسساتنا مكتمل يعني قصرة اكتبال المؤسسات دي بالنسبة للخارج أو حاجة للشرعية إنما إحنا بالنسبة لنا كمصر أنا عاوز أعمل خطة مثلا شاملة لإقتصاد المصر نازم أربط كل الأفرع بتاعت العمل في مصر بالتعليم عاملها زي في 16 واخد بلحدة دي إنما إحنا نطلب منهم بنسمعها كتير بس ما فيش تطبيق فيها لحد دلوقتي شفنا على الأرض الواقع نشوفها يعني مع الحكومة الجديدة الشروق في الصفحة الأولى الهاني مهنة بيقول اختلاف الاسم الرباعي منع محسن محمد محسن من المشاركة في عيد الفان المطرب مطرب صغير السن عمل صوت حلو جدا غنى بيغني في الأبرا والناس ما تعرفوش لو تفتكروا إعلان في شركة موبايلات معروفة يعني عمل إعلانها السنة اللي فاتت إيه الفكرة من الموضوع ده إنه يعني عملت مشكلة كبيرة كده والله يقولك حاجة هو موضوع واضح إنه فيه ارتباك في الموضوع يعني أنت مثلا اللي أنا متخيله واحد أنت مشارك في حفلة ومطرب وهيغني أبني في الحفلة كمان تحصل مشكلة إدارية إن مثلا الاسم الرباعي أو مش الرباعي لا فيه أمر ما إما أمر ما إداري لازم يزبط يعني إما فيه أمر ما كبير يقولون عليه إنه ما تيجي تقري الخبر ده بالنسبة للعموم يقولك لا ده فيه مشكلة ده فيه أكيد مش عارف إيه ده تضييق ده مش عارف إحنا مش عارفين الكلام ده يتقال فصرحون أقول لنا إيه اللي حصل بذبط يفرد مثلا فيه مشكلة كبرى في هذا الأمر الله أعلم هو يعني جيف جيف سياق إنه عدم اهتمام بالشباب بالمطربين الشباب وإنه يعني اهتموا أكتر بالأسامي كبيرة والمناصب اللي إزا تقيمة والحاجات والله وزارة الثقافة برضو والوزارات أنا من يمكن عندي فكرة دايما كده بحب الثقافة بالتعليم حاجة واحدة لانما مش هي مش فن بس ومش طرب بس ومش غنة بس وده حاجة كويسة لازم يدعموها لكن لكن لا يعني أعتقد فيه لازم مراجعات تحصل في الأجهزة الإدارية لهذه الوزارة إيه اللي حصل المصر اليوم جامعة الأزهر تستقبل طلابها اليوم بتلاث أسوار دفاعية عملوا بقى يعني حاجة كده عشان الزمن عشان بيأصلش أنا شفت جامعات برا كنت قريبا يعني كنت في إنجلترا في نيو كاسل فقلت لهم الجامعة فين أنا عاوز أروح أليف بقى شوف صور الجامعة وبتاع بيخشوا زي بطلقوا زي لقيت الجامعة دي عدة مباني فوسط العادي جدا فوسط المدينة وفي جنينة كبيرة لطلبها وحاجات زي كده يمكن مباني المعامل بس لها شوية أسوار إحنا جامعة تحولت فكرتها بالنسبة لناس إنها دي مكان إن أنا أتظاهر فيه وأعمل فيها معرك بالضبط وبتابعة للدولة فإن أنا أعبر عن غضبي للدولة داخل هذه الجامعة لا لازم لازم الطالب نحاول نعلمه يعني إيه جامعة أنت كي هنا تتعلم والشي عاوز تتظاهر في قانون تتظاهر حضرتك تتظاهر لو أنت في لحظة من اللحظات 30 مليون زي 30 مليون في يونيونيس لو يا سيدي بقى نزلهم بس دول بينزلوا بسبب مش عشان حضرتك قلت لهم منزلولي حيقولك فأنا أرفض التعامل وأرفض حتى المظاهرات في الجامعة مرفوضة العنف في الجامعة مرفوضة إن أنت تمنع طلاب دي كلها جرائب بس في المرحلة الحالية هي بتحصل لازم الأمن خش أنا أنا من أنصار وهم رفضين كمان دخول الأمن لا هو على فكرة ناس مش بتقول الكلام الحقيقي حتى النخبة بتقولش كلمة حقيقة بتضحك عن الناس الزمين الأمن كان بنتكلم على الأمن الوطني إنه بيخش بس بعين الدكاترة وبتدخل في اتحادات الطلبة ما كانش يعني الأمن اللي هو العادي اللي بيحفظ الأمن العام في المكان عمره محد جاب سير طوالة زعل منه كانت الناس زعلانة بس في التعينات دلوقتي فوجئنا لا ده إحنا كمان زعلانين من الناس دي لا خلينا بقى نكلم الناس بحيئ لأن الشعب المصر يمكن ركز وزاد وعي بعد يناير بس احنا مش القبل الناير ده مش هنتحك عليه لأ عمره ما كان فيه مشكلة في الزبط اللي هو قف بيحفظ الأمن العام كاتير المشكلة سعيتها بس في هذا الأمر وأعتقد الأمر اختلف تماما يعني هدلوقتي كله بالانتخاب ومفيش مشكلة اتحدى الطلبة رغم حتى أن الأخوان جماعة الارهابية فيه حوالي 20% منهم فإحنا هردل موجودين بس للعنف أو لإراقة الدماء بالضبط إنما وقفهم غلط المصر اليوم آخر خبر سريعا كده أثيوبيا تنظم احتفالات داخلية وخارجية بذكر وضع حجر الأساس سد النهضة يعني وضع الخبر سياسي 100% بدي رسالة بيرسلوها للمصر أن احنا مقدمين على هذا السد ومستمرين ولابد بالإرادة المصرية بقى نبدأ برضو كخارجية ندوس أكتر في هذا الأمر ونضغط ونشكل تحرفات دولة توقف للموضوع سد النهضة إن اللي بنقرأ عنه شيء مش جيد تماما وترك الموضوع للوقت ومفوض وزير الرأي بيقوم باتفاقات ومناقشات ومقابلات والملف سلمية قوات المسلحة الفاترة اللي فاتت وده أنا رأيي كويس رغم أنه المفروض إن ده شغلة خارجية بس أنا رأيي في الوضع الحالي اللي في مصر ده والأطراف المشاركة في دفع بناء سد النهضة لأ قوات المسلحة مش مشكلة تخش الملف دي أنا من الناس اللي ما عنديش أي مشكلة في هذا خلينا نحل المشكلة إنه مشكلة جوهرية وده رسالة هم يقولون إحنا مقدمين ورونه هتعملوا إيه هذا مش مقدمين وبس يعني إحنا عندنا دلوقتي خلاص إنه حتى مش حق يعني ناس دخلوا في 32% من سد النهضة أعتقد أنه هو مجموعة سدود كمان وموضوع سياسي فيه سدود أخرى بدأت تبني موضوع إنه يتدخل في السيادة على مصر ويبقى هو من أحد الناس الأزرع اللي بتغطي بي على مصر في أي لحظة لصالح آخرين إنه سيبر بتشعالش لوحدها مضبوط مضبوط يا أستاذ مروان وبكده تكون خلص الفقرة الصحافة نهاردة مع حضرتك وأشوفك إن شاء الله المرة القدمة بأخبار أفضل من كده يكون فيها نور فرحة التفاقل طبعا أسر الشهداء بينهم نعيش بهداء الوطن فعلا كلهم بتوصبهم طبعا بيقوموا بالواجب الوطني طول الوقت بيقوموا بالواجب الوطني وإحنا لازم نقف جنبهم ومعاهم طول الوقت وبعز مصر كلها على ولادها اللي بيروحوا عشان خاطر ترابها أنا بشكرة جيدا أستاذ مروان مشاهدين كان معنا المحلل السياسي وصحفي والأستاذ مروان يونس هعلق معنا على أخبارنا النهارد في نهارك سعيد سبكم مع فاصل نرجع مرة تانية لسه طبعا معنا أخبار كتير معنا فقرات كتير استنونا